اشتركوا في القناة على عشرة اشواط ستقام خلال سباقات هذا العام كما حضر السباق عدد من اصحاب السمو ومثلوا الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل واتي تنظيم البطولة البحرين الدولية لسباق الخيل على اثر النجاحات الباهرة والمميزة والمكاسب الايجابية التي تحققت خلال تنظيم مملكة البحرين النسخة الاولى من البطولة الدولية لجنب النجاح المتميز للنسخ الاربع الاولى لسباق كأس البحرين الدولي للخيل واكتساب الثقة والسمعة الدولية في عالم سباق الخيل وشكلت نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل البحرينية من خلال استقطاب مجموعة من الجهد العالمية ذات التصنيفات العالية وبحضور ملاك ومدربين وفرسان عالميين ما ساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة سباقات رياضة الخيل العالمية وقيمت أولى أشواط بطولة البحرين الدولية على كأس المحرق برعاية سايا كورب ومخصص لجياد سباق التوازن مستورد مسافة ألفين متر وبمشاركة كبيرة بلقت ستة عشر جوادا فيما أقيم الثاني أشواط البطولة الدولية على كأس المنامة برعاية بنك البحرين والكويت ومخصص لجياد سباق التوازن مستورد مسافة ألف متر مستقيم وبمشاركة ثمانية عشر جوادا وشهد تفوق جياد الإستبلات البحرينية على المراكز الأولى حيث حقق الجواد نومديك إمباير لإستبل المحمدية المركز الأول تلاه الجواد إنستيكتيب موف لإستبل العديات ريسينج في المركز الثاني ثم الجواد أوشن ستار لإستبل العفو في المركز الرابع فيما جاء الجواد البريطاني ديجيتل في المركز الثالث ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر